بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم تانية سنة ويرب تكونوا بخير حوالي خمسين سؤال ان شاء الله بإذن الله تستفادوا منهم أسئلة في الجون زي ما بيقولوا كده ركز في كل سؤال فيهم هيفرم عكتر أولا السؤال الأولان بيقولك إيه؟ بيقولك كل من مياتي صحيح لوربيتال التو بي اكس عاوزة علمك إزاي تقرأ السؤال؟ انت عندك التو بي اكس دي معناها ان ده عندي المستوى الفرعي بي هم دول تلت اوت تلت قربية تلات واحد عالمحور اكس واحد عالمحور واي واحد عالمحور زيد فدا اسمه بي اكس ودا اسمه بي واي ودا اسمه بي زد فهو بيقولك التو بي اكس يعني هو بتكلم على القوذة دي طبعا انت عارفين ان البي شكلكم مصر الشكل جميل هل يطرى بيقولك كل مميات صحيح ما عدا يطرى التوب اكس بيجبه الأربطال الفور بي واي طبعا ليه لأن البي واي البي اكس البي زد كلهم شكلهم كمسر الشكل هل يطرى ساعة الإلكترونية التوب اكس ده طبعا ده بيشيل اثنين إلكترون بيساوي المستوى الرئيسي إنه تساوي واحد لأن المستوى الرئيسي الأولاني بيشيل برضو اثنين إلكترون فبالتالي فعلا برضو الاوضة دي او الاوربتال ده اللي هو البي اكس بيشيل عدد الكترونات نفس مستوى الرئيسي الأول هل يتشبع بنفس عدد الكترونات اوربتال من الفور اف برضو اه ليه ما هو بيقولك الاوضة اكس البي اكس ده الاوربتال ده كده كده بيشيل اثنين إلكترون فهو بيقولك يتشبع بنفس عدد الكترونات اوربتال من الفور اف انت كده كده عندك الاف في سبع اوت سبع اوربتالات يعني هادي واحد اتنين تلاتة كبعة خمسة ستة ساعة احد الاربتالات اربتال منه مش برضو بشيل اتنين يعني ده بشيل نفس اللي بشيل ده قودة من هنا زي قودة من هنا دل هل يطره يشبه الاربتال سري بي زد في الاتجاه الفراغي هي دي بقى الغلطة اللي مش هتنفع اختاره لان اولا ده تو بي اكس وده سري بي زد ده على المحور زد ده على المحور اكس يبقى استحال يكونوا شبه بعض في الاتجاه الفراغي السؤال اللي بعد رقم اتنين بيقولك عندما تكون الان تساوي اتنين والل تساوي اتنين فهذا يعني ان دي معناها ترجم لو انديك عدد الكم الرئيسي لو سمحت اكتبها هنا بصوتها عالي كده اتنين اكتبها بخط كبيرين هنا الل باتنين اروح افتكر عدد الكم السنويل المستر حسام قال لي مهمة جدا ولازم اكون مخلي بالي منهم ان الاس قمته بسفر والبي بواحد والدي باتنين والف باتنين هنا الالب اتنين اللي هو دي يبقى تو دي ابدأ اشوف الاختراض الاجابة به انه لا يمكن ان يوجد هذا المستوى الفرع في اي زرة لان ما فيش حاجة اسمها تو دي ما فيش اول دي بيبدأ بالسري دي تلاتة اقصى عدد من الالكترونات في احد اربطلات المستوى الفرع فور دي خلي بالك اقصى عدد من الالكترونات في احد الاربطلات طبعا الفور دي كده كده انت عارف ان هو خمس ايه وضع دي عمات واحد اتنين تلاتة اربعة خمس احد الاربطلات يعني قودة واحدة بس القودة دي يجد عم بتشيل كم الالكترون بتشيل اتنين الالكترون هو بيقول لك عاوز اقصى عدد من الالكترونات في احد الاربطلات في اربطل واحد فقط اربعة يختلف عدد الكم المغزلي الالكتروني نفس الاربطل المستوى الفرع الواحد عندما يكون سؤال جميل جدا 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 بيقولك عدد الكم المغزلي ده المفروض ان هو في موجب نص وسالب نص فانا عندي لو انا جبت البي كده بالشكل ده هدي ثلاث اوض هون لو انا جبت ثلاث الالكترونات واحد اتنين تلاتة يعني جبت عدد الالكترونات بيساوي عدد الاربي تلات لا الاجابة جيم لو انا جبت عدد الالكترونات بيساوي عدد الاربي تلات يعني هما ثلاث اوض وجبت ثلاث الالكترونات هل هنا في موجب نص وسالب نص محد يرد علي لا يا مصر مفيش يبقى مش هينفه لازم يا مصر يجيب عدد الالكترونات يكون اكبر من الاربيتالات. هنا الاربيتالات 3 يعني 3 اوض او جايب عدد الالكترونات اكبر من 3 يعني مثلا اربعة او خمسة او 6. المهم يكون عدد الالكترونات اكبر من الاوض. ساعتها يوجد الاختلاف ويكون عندي موجة بنص وسالب نص. يبقى أنت يختلف عدد الكامل المغزالي لإلكتروني نفس الأوربيتال لما يكون عدد الإلكترونيات أكبر من الأوربيتالات اللي موجودة خمسة بيقول لك يتميز خمسة عندما يتشبع المستوى الرئيسي N فإن عدد الكامل المغزالي لآخر إلكتروني لازم يبقى سالب نص لأن أي مستوى فرع هذه الأوربيتال مثلاً S أول واحد بيبقى موجة بنص آخر واحد بعد ما يتشبع سالب نص لو أنا جبت البي كله قدت ثلاث قوات بيبدأ بموجة بنص موجة بنص موجة بنص بعد كده يحصل التشبع بقى سالب نص سالب نص يبقى التشبع آخره سالب نص ستة يتميز النموذج الزري لبور عن نموذج الزري الرازالفورد في إن الإلكترونيات في نموذج بور مالها تدور في مستويات طاقة محددة وثبتة وده اللي قال علي العالم بور سبعة ما يواجه قصور نموذج بور الذي عالجته النظرية الزريال الحديثة أولا نظرية الزريال الحديثة عالجت يجي ثلاث مشاكل أولا من الإلكترون مجرد جسيم مادي سالب الشحنة وعالجت إن الإلكترون إلكترون ده الإلكترون له خواص له جسيم مادي سالب الشحنة فقط أو جسيم مجرد جسيم مادي وعالجت إن يمكن تحديد مكان وسرعة الإلكترون وعالجت إن الإلكترون يدور في مدارات محددة وثبتة إنما الإلكترون بيدور في جميع الاتجاهات يبقى ما يواجه قصور نموذج بور ايه مشكلة بور يعني ان الاجابة به ان الالكترون مجرد جسيم سالب الشحنة فقط. السؤال الرقم 8. لا ده احنا لسه مكملين ده شوية اسئلة بص ان شاء الله تزبط لك الباب ده. السؤال الرقم 8 بيقولك اذا اكتسب الالكترون طاقة مقدارها 10 الالكترون فولت لكي ينتقل من المستوى k الى المستوى l. فانه لكي ينتقل من المستوى m ال l. دايما السؤال اللي في انتوكالوت ده بعد اذنك بيترسم. يعني هتعمل كده. وتعمل المستوى الاول كده قريب من النواة. تبعد شوية. بعد كده اتقرب المسافات كل ما ابتعدنا عن النواة. وهنا الكي ودي ال ال ودي ال ام ودي ال ام. وبور راح اخالص ومحدش بجلوها راك. بيقولك اذا اكتسب الالكترون طاقة مقدارها 10 الالكترون فولت لكي ينتقل من ال ال ال. يعني هو من هنا ال هنا احتاج طاقة 10 الالكترون فولت. طب لكي ينتقل من ال 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 يعني هو نازل كده. من ال ال ال. من ال 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 فهو نازل. نازل ده معناه انه هيفقد. جيب الاجابة يا الف يا جي. هل هيفقد عشرة ولا هيفقد اقل من العشرة? اكيد اقل من العشرة لان المسافات مش متساوية. يعني الاجابة الف. تسعة. يحتوي كل من عنصر الهيدروجين وعنصر الهليم على مستوى طاقة واحد. اي من الاختيارات الاتية تعتبر صحيح. هل ده معناه يختلف العنصران في طيف الانبعاث لهم اه? اكيد ما فيش عنصرين ليهم نفس الطيف الخطي. عشرة. رقم عشرة واحداشر الاتنين تقريبا هم متقررين. بس انا هشيل كلمة المشغولة دي في رقم حداشر. وقت للاربيتالات تامت الامتلاء. تعال نشوفها نحل السؤالين ازاي. بيقول لك ما عدد الاربيتالات المشغولة بالالكترونات في زرة يكون المستوى الفرع فيها نصف ممتلق. اولا انتى عارف التوزيع بتقول اللي هو اس اس بس بس بس. انا هعد اوزع لغاية تموصل للسري بي. اهو انا بوزع خالص للغاية تموصل للسري بي. اهو. كده انا خلصت توزيع لغاية تموصلت اللي للاقيه للسري بي. بيقول لسري بي نصف ممتلق. كده كده انا عارف ان بيبى يشيل ستة. نصف ممتلق يعني بشيل كم? تلاتة. املا اللي قبله كله 1S2 2S2 2B6 3S2 3B3 هو عاوز عدد الأوربيتالات المشغولة يعني عدد الإواض اللي فيها إلكترونات ومش أنت عندك الإس ده قوضة والإس ده كمان قوضة والبي دول 3 إواض يعني 3 أوربيتالات والإس أوربيتال والبي دول 3 أوربيتالات طبعا ده مليان وكل دول مليانين هنا واحد اتنين ثلاثة تلاتة اللي هم المفرد دول اللي هم في البي عدي بقى عدد الأوربيتالات المشغولة يعني عدي كل حاجة أدي واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة نفس السؤال ممكن تطلع لعدد الأوربيتالات تمت الامتلاة أهو أدي واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة اللي هم ستة أوربيتالات يبقى لو قالك تمت الامتلاة بعد لإيه الضبل اللي هم فيهم اتنين ضبل جوه لو قالك مشغولة بعد إيه كله طب المفرد ده مستر بيقول لي إيه بيقولك هاتلي عدد الاوربيتالات المشغولة جزئية يعني المفرد بس السنجل بس 12 بيقولك ما قيمة عدد الكم الرئيسي والمعناطيسي للكترون قبل الاخير في زرة استوديوم 11 طالما مديني العدد الزري يعني بيقولك وزعني اوزع استوديوم 11 ادي وان اس 2 طبعا بقول اس اس بس بس وعد اوزع عادي خالص ادي وان اس 2 تو اس 2 تو بستة سري اس 1 هو عاوز الالكترون الاخير ولا الابل الاخير لا مصر هو عاوز الالكترون الابل الاخير الابل الاخير ده موجود فين موجود في التو بي يا مستر طب التو بي يفتح ولي هنا هو ادي التو بي اهي ودي 6 الالكترونات ادي 1 2 مهمة جدا 3 4 5 6 يبقى ده اللي هو اخر الالكترون اولا ام ال اللي هو عاوزها مني هو معناها رقم الاودة بتاعته 0 مجاب 1 سلب واحد ودي ارقام سبت. الكترون بها سعيد الحظ ده كان واقع في اني اوضع موجب واحد. واقع في اني مستوى طاقة رئيسي في المستوى رقم اتنين لان هو بيقول تو بي. يبل اني باتنين والام قلب موجب واحد يعني الاجابة بتاعتي سي. تلاتاشر اتفق دالتون مع تومسون على ان الزرة الكربون لا يوجد بها فراغات. تومسون قال ان الزرة مسبطة بدون جسيمات. تومسون قال ان الزرة مسبطة بالشحنات. ولا زلك لا يوجد بها فراغات. اتبعا لقاعدة هندا ومبدأ بولي الاستباعات فان الالكترونين الاخريين في زرة العنصر اكس ستة وعشرين يختلف في عدد الكم. اولا طالما بيديني العدد الزر يعني بيقول لك وزعني فاقوم وزع مين الحديد ستة وعشرين. اوزع زي مستوى حسين هعمل كده اجا وزع ستة وعشرين ازاي اس اس بس بس دبس دبس. لو انت كنت اخد التوزيع الاقرب ازخامل كاللي موجود في الباب الجديد ان شاء الله كنت اشتغلت بس انا معتمد على انك لسه ما خدتش اللي هو الجزء التوزيع. انا كده وزعت الحديد ستة وعشرين. وزعت الحديد ستة وعشرين. تمام خالص. بحيس بانا معايا الكلام واضح. هو عاوز الالكترونين للاخير. يعني عاوز اتنين الالكترونين اللي هنا دول. او مفاتح الاقواط بتاعي تفاتح اقواط دي. او واحد اتنين تلاتة اربعة خمس اوة. الستة دول ادي واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة. يبقى الخامس اهو. والسادس اهو. انا عملتي عندي اتنين الالكترونة اهو. مختلفين فيه. اكيد مختلفين في رقم الاوضة. سفر موجب واحد موجب اتنين. سالب واحد سالب اتنين. يبقى فيه اوضة في موجب اتنين واحد في سالب اتنين. واحد موجب نص واحد سالب نص. يبقى اكيد مختلفين في رقم القوضة وعدد كم المغزل. اهلي بالصفحة. سور الرقم 15 بقول لكين. للحصول على الطيف المرقي. اعمل خطة على كلمة الطيف المرقي. اول ما يقول لك طيف مرقي. اعرف ان الكترون هيرجع للمستوى رقم اتنين فقط لا يغير. لزارة الهيدروجيني الالكترون تمت اصارته للمستوى التالت. يعني هنا عندي زارة الهيدروجيني اللي فيها الكترون قد النواب بتاعتك. ودي المستوى الاول ودي تاني ودي التالت. قد الكي ودي ال ال ودي الام. الكترون اصار نواب دينا للتالت يعني كده. بقى في التالت او. عايزيني خليه طلع طيف مرقي. يبقى يرجع للمستوى التاني. ما شاء الله هو راجح. هل فقط كل اللي خده ولا فقط اقل من اللي اكتسبه? فقط كم اقل من اللي اكتسبه? يبقى يفقد كم من الطاقة اكبر من اللي اكتسبه? لا. يفقد كم من الطاقة اقل من اللي اكتسبه? ايوة. وهي دي الاجابة بتاعتي. سؤال رقم 16. بيقول لك ايه? نجح النموذج الزري لبور في تفسير الطفل خطي المين? للزرة او الايون الذي يحتوي على الكترون واحد. مش جزء الهيدروجين. زرة الهيدروجين. 17. القاعدة التي استبعدت امكانية وجود الكترون تالت في الاوربيتال. في قاعدة قالت يا جدعان مفيش اتنين الكترون اه تلاتة الكترون في نفس الاودة. بس بتارية غير مباشرة. طالما فيه ثلاثة الكترونات باكيد فيه تنين الكترون هيكون ليهم نفس اعداد الكام الاربعة وده مستحيل تبعا لمبدأ البناء ده مبدأ الاستبعاد لبولة. يبقى بولة استبعد ان ما يكونش مفيش اتنين الكترون ليهم نفس اعداد الكامل ايه? الاربعة. فبالتالي ما تيجيش تقول لي ان فيه ثلاثة الكترونات في الاودة. لاني لو فيه ثلاثة في الاودة فاصبح فيه ثنين الكترون زي بعض. 18. عن نظرية الميكانيكية موجية للزر. ما لها مستر نظرية الميكانيكية دي بتاعة العالم شرودينجر. تأسست بناء على المعادلة الموجهة لشرودينجر. اه. تمثل النموذج الحالي للزر. ايوه. حددت مستويات الطاقة. اكيد بل اجابة جميع ما سبق. سؤال 19. بيقولك ايه. اي من الاختيارات المقابلة تمثل اعداد الكام الاكترون احد الاربي تلات المشغولة جزئيا في زارة الفانديوم تلاتة وعشرين. بص انا هعمل ايه? طالما بيدييني العدد الزر ايه يعني بيقولك وزعني. اوزع الفانديوم تلاتة وعشرين واشوف الاكترون بتاعه المشغول جزئيا. بص كده. انا دلوقتي وزعت الفانديوم هو لغاية ما وصلت اللي ايه? فور اس توسر دي تلاتة. هو عاوز المشغول جزئيا. احنا اتفاني المشغول جزئيا يعني الايه? يعني السنجل. يعني السنجل. انا دلوقتي عندي دي خمس اوض ادي واحد اتنين تلاتة. هو عاوز ايبقى? اعداد الكامل الكترون احد الاور بتلاتة المشغولة جزئين. يعني الكلام عالس ري دي ده. مش انفقته الفور اس لي ده تكمل الامتلاء. يا ميل. طب بص انا هكمل ازاي? اول حاجة عندي. هو السري دي ده يبقى الان بتلاتة. فيختار الان بتلاتة والان بتلاتة. الدي ده اللي هو الالب اتنين. فادي الالب اتنين اهو. يبقى الاجابة بتاعتي بي. شوين? المصاري الفعلي الالكتروني الاخير في زرة استوديوم. لا يمكن تحديده بالزبط. العبارة السابقة تعتبر تطبيقا لي? طبعا ده مبدأ عدم التأكد الذي لا يمكن تحديد مكان وسرعة الالكترون في نفس الوقت. سؤال رقم واحد واشري. بيقولك ايه? اي مما ياتي لا يمكن التأكد منه بشكل واضح? ايه اللي مش هنعرف نتأكد منه بشكل واضح? اكيد موقع الالكترون في زارة الهيدروجين في لحظة ما? لان عدد مستوىات الطاقة المشغولة بالترونيات في زارة المجنسة بتقدر تحددها بالتوزيع. وعندك اربطالات المشغولة بالاربيتالات في زارة الحديد تعرف تبقى لما عندك العدد ازاي تعرف توزع وتشتغل? تعرف تحدد الحاجة بشكل واضح. الا مكان وسرعة الالكترون في وقت ايه محدد. تمام? طيب. طبعا دلوقتي. آآ سؤال رقم اتنين وعشرين. ما عدد الكام اللي زيني يتم شغل الاربيتالات فيها بالالكترونيات لعناصر من اول عنصر السكنديم واحد وعشرين او عدد الزر واحد وعشرين للتلاتين. يعني بقولك في عناصر من اول ده من واحد وعشرين للتلاتين. في حاجة سبتة كده انتتغيرش. طب ده انا اعرفها ازاي? لازم اوزع. اوزع الواحد وعشرين ووزع التلاتين. ووزحهم وابدأ اقارن واشوف اديا سيدي توزيعة الواحد وعشرين. بص هل عملتي وزعت كده الواحد وعشرين ووزعت التلاتين. لو خدت بالك اتلاقي ان انت عندك الفور اس والسري دي ده. اهم سبتين اهم. طب يتم شغل القربتالات فيها. مين اللي بيتم ملقه? اكيد الدي لان هنا واحد بيبقى بعد الواحد وعشرين اتنين وعشرين هيبقوا اتنين. بعد الاتنين وعشرين هيبقوا تلاتة عشرين هيبقوا تلاتة. اللي قصوده ان هيتم ملق الالكترونات في السري دي. ولغاية موصل للسري دي عشر. يعني بين واحد وعشرين للتلاتين. ها عدد اوزح كل ده بعدها بعدها ثلاتة بعدها ثلاتة بعدها ثلاتة وغاية موصل لكام للسري دي عشر. فهو بيقول لك مع عدد كمل زين يتم شغل القرب تلاتة فيها بالالكترونات الشغل اللي هو عندك. اه عندك انا عاوز اطلع بقى منها الحاجات بتاعتها. يبقى انا عندي سري دي. اخد بقى سري دين انه بيتم شغلها كل شوية. الان بتلاتة. قد الان بتلاتة هي. والل بتاعتها باتنين. يعني الاجابة بتاعتي بي. تمام? اللي بعد. تلاتة وعشرين. حتة رازرفورد. عندها سقوط حزم رفيع من جسيمات الفا على صفيحة رقيقة من الدهب كما بالشكل المقابل. فان الاتجاه النهائي لمعظم ها بيكون. اولا انت عندك هنا. حزم الدقائق الفا. اه ايه عددت? بي و سي. مين اكتر حاجة هتكون اكتر نسبة? اكيد اللي نفس دي ان الزرة معظمها فراغ. سؤالين موجين جدا. اربعة وعشرين وخمسة وعشرين في منطقة الخطورة. بيقولك اي من التوزيعات الالكترونية الاتية تتعارض مع مبدأ بولي. بولي ده قال والله مفيش اتنين الكترون لهم نفس اعداد الكامل اربع يعني مفيش اتنين الكترون بالشكل ده. يكونوا بصين مع بعض. يبقى الاجابة سي. خمسة وعشرين اي من التوزيعات الالكترونية الاتية لا تتفق مع قاعدة هند. هند قالك ان لازم ندخل الالكترونات فرادة اولا مش نكبسهم كده زي ما انت عامل في البيه. يبقى برضو الاجابة لان هنا اتنين الكترون لازم ادخل واحد هنا الاول بعد كده ادخل واحد هنا التاني. فرادة اولا. ثم اعمل عملية الازدواج. وطبعا ده مش محادث في السي. يبقى لا يتطفق مع قاعدة هند. ستة وعشرين بيقولك ما قيمة عدده يتكمل ان والام الالكترون واحد في احد اربطالات الفايف بي. انا عندي الفايف بي هون. الان بكم? بخمسة. هنا خمسة وهنا خمسة. يبقى السبع دي الاجابة ايو بي. البي كده 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 تلت اوض. سفر موجب واحد سليب واحد. هو بيقولك هو عاوز التلت اوض? ولا عاوز الالكترون واحد في احد الارب تلاتة يعني عاوز اودة واحدة. يبقى اختار الاجابة دي اللي هي موجب واحد. السؤال سبعة وعشرين. السؤال سبعة وعشرين بيقولك ازا اذا امتص الالكترون كم من الطاقة فانه ينتقل الى. طبعا اذا امتص الالكترون كم من الطاقة فانه ينتقل لمستوى اعلى. اكيد يتناسب مع كمية الطاقة الممتص. تمانية وعشرين. كمية الطاقة التي يشعها او ينتصها الالكترون عند انتقاله من مستوى طاقة الاخر. كمية الطاقة دي بتساوي الفرق ما بين المستويين اللي تم انتقاله منه اليه. يبقى بتساوي الفرق في الطاقة بين المستويين الازان انتقلوا بينهما الالكترون 29 يقولك اذا اكتسب الالكترون نصف كما من الطاقة فيظل فيه مستوى طبعا لان الكم لا يتجزأ 30 ينشأ الطيف الخطي المرئي طبعا المرئي يعني يرجع للمستوى التاني فده معناه انها يعود الالكترون الى المستوى ال 31 من القيم المحتملة لعدد الكم الرئيسي طبعا عدد الكم الرئيسي هو ارقام من 1 الى 7 اللي هما 7 مستويات الطاقة ولا فيهم سفر ولا فيهم كسر ولا فيهم سالب انها رقم صحيح 32 بيقولك اربطالات المستوى الفرعي تتفق فيما يلي معك طبعا الاربطالات معناها الاوض اوض البي تلات اوض دول يتفق في الشكل اكيد لانهم شكلهم كمترة يتفق في الطاقة لانهم في نفس المستوى الفرعي يتفق في الحجم لانهم في نفس المستوى الفرعي يختلفوا في الاتجاه واحد على المحور X واحد على المحور Y واحد على المحور Z يبقى يتفقوا في كل ده مع عدل اتجاه 33 بيقولك ايه مستويات الطاقة الفرعية في كل مستوى طاقة رئيسي يعني ايه مستويات الطاقة الفرعية اللي هم الS والB والD والF في اي مستوى طاقة رئيسي يعني مثلا اجبت المستوى الثالث مش جواه ثلاث مستويات فرعية اللي هم الS والB والD حصل متساوية في الطاقة لا مش متساوين في الطاقة متقربة في الطاقة أكيد ال-S وال-B وال-D مستويات الفرعية بتكون متقربة في الطاقة متشابه في الشكل لا لأن ال-S كرو وال-B كومسر تتشبع بنفس عدد الإلكترونات لا لأن ال-S بشيل 2 وال-B 6 وال-D كام 10 34 تتطفق المستويات الفرعية ال-1-S وال-2-S وال-3-S في إيطار هل تتطفق في الطاقة؟ لا تتطفق في الشكل أكيد لأن ده شكل كروي وكروي وكروي تتطفق في قيمة ال-L إن ال-S قمته بـ 0 وـ 0 وـ 0 يبقى الإجابة به وجيم معا سؤال 35 بيقولك أي من المستويات الفرعية القاتية يكون عدد الكم الإلكتروني الأخير فيه N ب2 L ب0 ال-N ب2 دي معناها 2 ال-L ب0 ده اللي هو ال-S يبقى 2 S 36 يختلف تومسون ورازرفورد في إيه؟ يطرف عدد الشيء يعني تومسون ورازرفورد اتفقوا في إن الزرة متعدلة ولكن اه اختلق رازرفورد اتميز بحاجة إنه وقال لك إنه توزيع الشحنات المجابة بطريقة غير متجنسة تومسون قال إنها متجنسة يعني المتشميت ترتبة 37 تتشابه أحد قرب تلات المستوى الفرعي فور بي يعني قوضة من القوضة الفور بي مش أنت عندك كده كده الفور بي آه تلات قوضة في قوضة منهم هوا القوضة دي بقى ملها تتشابه مع أحد قرب تلات الفور S كده كده ال-S قوضة واحدة بيتشابه في إيه؟ أكيد في السعة الإلكترونية ده بيشيل اتنين إلكترون والقوضة دي بتشيل اتنين إلكترون بتكلم على قوضة أحد قرب تلات تمانية وتلاتين التركيب الإلكتروني آه اللي قدامك ده بيعبر يا طرعاً أي سالب ولا موجب ولا زر مستقرة ولا زر مصارة أولاً أنا عندي تو بي وان سري اس وان شو مفروض الوان ده ما يتجيش غل المامنا البي الأول يبقى معنا إن فيه إلكتروني تنقل تم انتقاله من البي للإس فده معناها إن زر مصارة لإن الإلكترون ده مفروض ما يبقاش موجود لازم يبقى في التوب بمكان تسعة وتلاتين أي من أعداد الكم التالية لأحد الإلكترونيات تتضمن الخطط أولاً أنا عندي الإن بتلاتة الإن باربعة الإن بواحد الإن باتنين ودي أرقام صحيحة ولا فيها سالب ولا سفر ولا كسر عندي عدد الكم السانوي كده كده بيبقى ليه قيم من سفر واحد اتنين تلاتة عن طريق الإس بسفر والبي بواحد والدي باتنين والإف بتلاتة ودي برضو مفهش مشكل تعالوا بقى في رقم الإيواط بقى الإم إل هو فيه قوضة إم إل بسالب أربعة وأنا معرفش لا يا مستر يبقى إم إل سالب أربعة دي ما تنفعش يبقى دي التي تتضمن خطأ سؤال المقال بيقول لك إيه عنصر ما توزيع الإلكتروني كالتالي وان إستيوتو إستيوتو بستة وقاعد يوزع لغاية سريد ستة ممكن تكمل التوزيع الإلكتروني يا مرحب جدا طبعا هو أنا مش عندي حاجة بتقولي يا مستر حسام عندي اس اس أدي بس بس ودي دبس دبس صح أدي واحد اتنين تلات أربعة وبالراحة خالص ومحدش وراي اتنين تلاتة أربعة ودي تلاتة هو هنا التوزيع اللي غاية كام سريدي أو يبقى أنا آخري السريدي وأعمل كده أدي يا سيدي السريدي ستة يبقى أكيد أم لكل اللي قابله كده بالشكل ده أهو كده عندك مشاكل كده أنا كملت التوزيع أهو العدد الزري إجمعت لهم ستة وعشرين إلكتروني عدد مستويات الطاقة الرئيسية المشغولة بالإلكترونات العنصر أربع مستويات أدي المستوى الرابع هو أربع مستويات رئيسية عببس اللي في الجام طيب عدد المستويات الفرعية المشغولة بالإلكترونات أدي مستوى فرعي كده دول ستة أدي واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة فأصبح عندي أربع إلكترونات مفردة أربع إلكترونات مفردة ساعد بيقولوا العزم المناطيسي العزم يعني عدد إلكترونات المفردة واحد واربعين وضح التنكيب الإلكتروني للعناصر التالية وفقا لمبدأ البناء التصعدي بتوزع كل العناصر دي عندك كده احنا خدنا السؤال الاربعين ومعها أربع نقط يعني أربع واربعين نقطة بغد دلوقتي سؤال توزيع في ست نقطة أدي كده خمسين سؤال أوزع النيتروجين أدي اس اس أدي واحد اتنين 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 ثلاث أدي الان سبع أوزع السوديوم حدوشر أدي هو اس اس أدي بس بس أدي واحد اتنين ثلاثة أربع وأدي اتنين ثلاثة الحد وشر اتنين اتنين ستة واحد يبقى كده التوزيع الكلسم عشرين نفس الكلام أدي اس اس أدي بس بس أدي كده عشرة وأدي عشرة عشرين إنما نجنس خمسة وعشرين برضو اس اس وهكذا سري بي ستة فور اس ستو سري دي خمس الخرصين تلاتين نفس الكلام ده كله بس خلينا سري دي عشر البروم خمسة وثلاثين أدي اس اس أدي بس بس أدي واحدة دبس أدي واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة أدي اتنين تلاتة أربعة وأدي تلاتة أدي اتنين واثنين وستة كده عشرة واثنين وستة واثنين كده عشرة عشرين وعشرة تلاتين بقى خمسة خمسة وثلاثين وكده أنا وزعت البروم خمسة وثلاثين شوية أسئلة أظن أن أنت شايف أظن أن أنت شايف شوية أسئلة محتاجة تفكير محتاجة إن شاء الله أن أنت تتخلصها تزبط ملحظاتها آآ زبط الدنيا في فيديو تاني برضو هدعموا ليك برضو بخمسين سؤال تانين برضو يبقى تدربنا أكتر من مرة اكتب تام في التعليقات أشوفكم يا رب دايما على خير ربنا رب يوفاكم وصلى على النبي